سجلت درجات الحرارة بوادي وصحراء حضر موت بحسب المركز الوطني للإرصاد درجات منخفضة في موجة الشتاء الأولى لهذا العام حيث سجلت محطة الرصد بوادي حضر موت أدنى درجة في مدرية القطن بواقع خمس درجات وفي سيئون وترين بواقع ست درجات أما مدرية بعث قد سجلت سبع درجات وهي درجات برودة قارسة في أول موجة برد شتوية لهذا العام وتعتبر الأقوى منذ موجة برد شتاء العام 2017 بحسب الإرصاد